اشتركوا في القناة بالنسبة لدرجات الحرارة المرتقبة ليصابي حتى الغد بحولي له اذا 5 درجات فقط من جهة باتنا خنشلة آريس وحتى على الصيف والعلمة ترتفع بدرجة واحدة على الجلفة على البيض مشرية والنعمة وحتى على عين صفرة 10 درجات من جهة قسنطينة وحتى على كل المدن الداخلية الوسطى 14 على تلمسان أقوله على سيدي بالعباس ونفس المقياس على الجزائر العاصمة وعلى كل سواحل الشرقية 15 درجة على وهرا وكذا على إليزيين أميناس على جانيت 14 في ورق لا 12 من أقول منطقة الصورة حتى المنطقة غرداية 13 من جهة بنعباس واتب البلا 14 كذلك راح تكون على 8 راستو 19 درجة في أخصى الجنوب الجزائري بنسبة للبضعية الجوية المرتقبة لظاهرة الغد بحول له إذن عموما أقول أجواء الصفية مشمسة على كل مناطق تاع بلادنا عبور كذلك سحب من النعوة العالية والمتوسطة على السواحل الوسطى وكذا المناطق الداخلية الوسطى تكون بدون فعالية زوابية رملية دائما في الموعدة على السحراء الوسطى بفعل رياح لتكون قوية محليا في الحذر المطلوب بالنسبة لدرجة الحرارة القسوى المرتقبة لنهار الغد بحول له إذن 15 درجة من جهة الجلفة على كل مدن الأوراس ارتفع بدرجتين على البيض مشرية ونعامة 18 على قسنطينة سوقهر سواء ملبواقي 19 على تيزيوزو وكذا على كل السواحل الاشرقية على النابع على سكيك دالقالة والبجاية 20 درجة توصل في الجزائي العاصمة وكل ضواحيها 23 من جهة وهران وكل سواحل الغربية 24 في تلمسان 21 على شلف مع اسكر غليزان من دية وحتى على البوليدة 28 رح تكون على منطقة الصورة 27 على الواحة على ورق الحسيم سعود وحسي بركين وتوصل 27 درجة على غردايا على بريانوز الفانة 30 من جهة بنعباس واتببالا وفي وسط سحراء على عين الصالة حتى على 8 رأس 33 من جهة إليزي وعين أميناس 31 على سحراء تنزروفت وكذا على منطقة جانة وتوصل بعين درجة في أقصى الجنوب و31 كذلك في منطقة تندوف بالنسبة لحالة البحر مشاهدين إذن البحر لغدا إن شاء الله رح يكون عموما قليل إطراب على الطول الشريط الساحل لسرعة الرياح رح تكون 30 إلى 40 كم في ساعة من مرسى برمهيتي حتى للقالة وهذه الرياح عموما رح تكون جنوبية غربية نختمها مسايدنا كالعدة بالمعلومات الفلكية لنهار الغد إذن 17 نوفم 2018 شروق والغروب على الآصمة وضواحيها أبقى لغنقلكم شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة